نهارده بقى وامن مارسل كولر فريق الاهلي راحة يرجع عن بكرة ان شاء الله يستقنف تدريباته والساعداته لمواجهة صعبة جدا ومنتظرة جدا واحد من دربيات كرة القدم المصرية بصرف النظر عن احوال الفرقتين والفارق الكبيرة جدا بينهم على مستوى الارقاب طبعا في السنوات الاخيرة لكن تبقى مباراة الاهلي والاسماعيلي واحدة من اكتر مباريات الجماهيرية اللي بينتظرها جماهير الفرقتين على مدار الموسم المعاد الاربع القادم الاستاد هو برج العرب لكن رغم انه النهارده راحة وانه بكرة العودة للتدريبات معنا مجموعة من الاخبار المهمة في الاهلي نيوز روم تعالوا نشوف معنا النهارده مباراة تحتاج الى القوى الضربة اعتقد انه على مستوى الاداء في حالة رضا كبيرة عن الشكل اللي ظهر به الاهلي قدام مازنبي سيبك من كل اللي بيتقال دلينا مع واقفة كبيرة جدا لكن الحقيقة على مستوى الاداء انا شايف انه الاهلي قدم مبارتين كبار جدا قدام مازنبي في ظروف صعبة جدا صعبة جدا على اي فريق في افريقيا مش بس الاهلي الحقيقة مازنبي على ملعبه واحد من الفرق اللي لازم تعمله بليون وحساب ورغم كده صحيح زي ما هددك مازنبي لكن كنت قادر كمان انك انت تكون اكتر من ند وفي وقت ملاقات لو كان حالة في الاهلي التوفيق كان ممكن يخرج من المبارادي بسكور افضل بكتير لكن خلينا نتكلم على الاداء واسبك من نتائج في النهاية انت كسبت مكسب عريض على فريق قوي جدا ومحترم جدا اعتقد كان جدير بالوصول للمرحلة دي من البطولة وكان منافس حقيقي للنادي الاهلي لكن على مستوى الاداء اعتقد انه شكل الاداء الاهلي في الشوتين حتى في الشوت الفشل الاهلي في ترجمة سيطرته لاهداف الاهلي كان بيلعب كورة قادر يسيطر قادر يستحوز قادر كمان وده اللي يهمك انتك كجمهور انه يصنع خطورة يعني فكرة الاستحواز السلبي دي مش في قاموسنا كاهلوية احنا عايزين الاهلي يكون خطير عايزين الضغط والاستحواز يبقى دايما بيمسر خطورة او بيترجم لخطورة وانت كنت قادر تعمل ده صحيح غاب التوفيق غابت اللمسة الاخيرة لكنك قادرت توصل وتهدد مرمى مازينبي في مناسبات كتير جدا الشوت التاني يمكن كانت نوبة الاستفاقة جرس الانذار الهدف الملغي لمازينبي هو اللي ادى لحالة التركيز وظهور الاهلي بالشكل اللي جماهير وتتمنى انها تشوفوا عليه على مدار الموسم كله في اغلب السناريوهات بقول حضرتك محليا كان افريقيا كان المستويين دول تحديدا يعني كله هيلعب على انه يخطف المكسب كله هيلعب على ضربة الحظ كله هيلعب على كرة ضلة اللي ممكن تغير الحسابات وده كان سيناريو قريب من الحدوث والحمد لله ربنا سطر في مبارات مازينبي لكن في النهاية في النهاية اعتقد على مستوى الاداء الاهلي التطور بشكل كبير جدا في المباراتين دول نتمنى انه يزيد التطور او يزيد الكيرف بمساندة الجمهور العظيم طبعا لغاية لما نوصل ان شاء الله للفاينال مع التركيز ترجمة نانسي قنقر